نرجع والله نسيت شنو السؤال I want upgrade Bmessenger مثل ما قلتلك بالنسبة حق Bmessenger بس تأكد تشوف المسنجر اللي موجود سوري من ال App Store إذا عندك المشكلة بال App Store مقدرة تنزلة تجرب أكثر من مرة لأن في بعض الجهزة بالStore نفسه في مشاكل ما تقدر تنزل البرنامج لكن لا توقع الحين نحل فجرب انك تسوي سوف تنزل البرنامج من أكاونتك ترددش مرة ثانية وننزل البرنامج وإن شاء الله ينزل معك في بعض مور كوسشينز ولا بس هذي اه لا في بعض ضرب طويل اه أنا عندي مشكلة تقدر تفيد لا يله الله لا لا الحبون يكتبون اه أنا شرية ايفون وما أعرف لو المشكلة الكبرة اللي وقعت فيها اني شرية واحد مستعمل بصراحة شفت الجهاز نطيف استعماله زين ما علق والشحن زين وطفيته وشغلته من أحسن مهم طفيت تعلق الجهاز ورديت المحل من ثري جي أنا جهاز اكتبت انه اه اه اوكي اللي شنو كفل علي وحاول فيه سبوع رد للجهاز قالي الحين ننطر علي بعد سبوع ودق عليك نزل المهم انا من كثر ما قاليك من التماني فاهم شي فيرموير 3.1.3 اخر شي يعني صار جهازي 3GS شنون الكل ما يصح الحين انا ننطر صاح المحل عشان الكرت سمي يشتغل ركب له فيرموير يديد الكرت مقفور علي يعني الخط اذا ركبتها معطي كثير لسه راح انا اشتريت الجهاز واشتري يديد العربي انتوا هكت شنو اللي تشوفه وصحني فيه معانا الجهاز الحين بيديو الشحن من احسن ما يكون شغال بس بدون سير بس ناتر الصبوع عشان يسوي له كسر حماية قال عمرك اذا جهازك 3G تقدر تسوي لكن اذا مقفور انصحك بيع واشترك واحد يديد يعني بتقطي فلوس اكثر لكن راح يكون مفتوح يعني شي ما تتعب فيه اذا كان 3GS 3.1.3 انسى الموضوع من اسبوع اذا كان ابوه نفسه راي المحل يسوي نسوي الجيل بريك هذا شي ثاني كسر حماية للفيرموير اللي يديد اللي يركبوه على جهازي فا اذا كان مقفور اذا ركبت شريحه ما في سيرفس وما يطلع لك شي معناتين يكون مقفور فبهالحاله جرب احطي الايثون اذا طلع لك this sim card does not support او انه ما تشتغل معناتها مقفور فلازم انك تتغير وتحط يعني خد لك واحد ثاني اشرف لك طبعا بقيت اسؤلك عن ايبود هالبرامج اللي في نفسه موجوده في الايفون اي نعم طالع امرك البرامج اللي بال ايبود تاكش نفسه موجوده بال ايفون لانه نفس الستور من جيد شكرا للافو والله يسلمك بلاك بيري واتساب بس حابة سألتهم برامج واتساب بلاك بيري مواليين يتنزل الى من خلال برامج أبورد مشكلة البرامج ههه متفثر عندنا بسعودية فعريت قولي كيف نزلته نزلته من لينك كانوا دازين ليه ويشتغل لانه كنت اساسا بالبلاك بيري القديم كنت شاريت عندي الحين البلاك بيري البولد اليد فا الواتساب او الابورد يشتغل بس مجالة يعني مثل ما خلونا نشوف الابورد فمن ديش بس يطلع لبرامج المجانية اللي بفلوس ما يشغلها كلها فري 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 يعني حتى لما ادخل على الهستري ما البرامج اللي سويتها شوف رح نلقل في عندي الواتساب لكن ما اقدر انزل ليش ما ادري ممكن من السوفتوير او من الجهاز نفسه فالله اعلم شنو سالغت بلاك بيري فحاليا ما كله انه لنك يدلزونا او استقبلت الانتك جرن يتنزلينا هذا اللي عرفه وغيرت شديد ما عندي فكرة صراحة تركي السلام عليكم فضلا وليس امر ممكن اعرف الثيم اللي حاطه ومنع فيك تركي مثل ما قلت نفس الثيم ما غيارته اه اه نسرح الم تعالى ان تفعال 3.1.2 , 3.2.3 فاني لا يمكنك ان تفعاله أو تفعاله فاني اشترك على ادفن فرموائية و اي فن أشترك على ادفن تفعاره if it's 3G أو 3G ا organizational 353G 3G 3G what other فارموائي و اي P-S-W و اشترك على ادفن 3.1 3.2 ستجد 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 من المقاطع و لا تحتاجها في هذه المقاطع ستجد ما يريد بخصص المقطع بخصص المقطع أخوي ما بقى طول عليك المقطع هذا قبل الشاشة التوقف حق ساعة عجبتني فالله هنا كبغي اسمي برنامج واللي يرحم والديك والدين والديك الساعة اسمها مثل ما ذكرت Synergy يقدر تنزلها من طريق السيديا السعرها يمكن دولار أو ما ادري والله كم سعرها نسيت هذا بالنسبة حق الاسئلة كومنتس ولا شير كومنتس فنشوف الكومنتس كومنتس و لا مالا داعي كومنتس خلاص بجدية تكون يعني جابت على أغلب الأسئلة اللي موجودة بالنسبة حق اللي بجي البريك تكلمت عنه أتمنى تكون يعني يكون المقطع هذا اللي نزلتها تكون فادتكم إن شاء الله المقطع اليايا راح تكون أكثر راح يكون فيه رفيوز أكثر عن برامج لأنني توني شاري كاميرات فيديو واي قوية فحبيت أجربها به الشي هذا اللي عندي اليوم إن شاء الله ما تنسون تنسون سبسكرايب وريت طبعا ما يكو ريته الحين الحين يا إنه في ثمب أب ثمب داون إن شاء الله ما تحطوا اللي الثمب داون بس قرقت وايد عليكم مزعجتم وايد نعطيكم العافية ماسا شكرا شكرا